متربعة على العرش الآثار والأوابد التاريخية وسط البادية السورية وبين واحاتها هي تدمر الأعجوبة التي يتباهى بها السوريون درة التاج السورية الحاضرة بتاريخها العريق الذي يعود إلى القرون الميلادية الثلاث الأولى والتي ازدهرت في عهد ملكتها زنوبية والواقع شرق حمص بمائة وستين كيلو متر أهم المعالم الأساري في هذه المدينة الأسارية تعود إلى قنة الثاني والثالث الميلادية أهم معبد بيدل ومسرح الروماني التدرابيل ومعبد باع الإشمين وقوس النصر حالياً نحن بالتنسيق بين المديري العام الأسار المتاحف وكافة المنظمات المعنية بهذا أشان لإعادة ترميم هذه المباني وما تعرضت إليه من ضرر كذلك التنسيق جاري مع مديرية السياحة بحمص أو على مستوى الوزارة جاري التنسيق لمتابعة موضوع استقبال الوفود الأجنبي الداخلي والخارجي لهذه المدينة الأسارية أن تساهم أيضاً في عمل ترميم هذه المدينة الأسارية ونقر الصورة للخارج بأن هذه المدينة ما زالت باقية أصيلة وستبقى أصيلة أنتم في تدمر الآن تدمر العصالة والتاريخ تدمر أو تدمرت أو تدمرت كما يدل اسمها العرامي أي العجيبة أو الأعجوبة أو من الاسم المشتق من بالمتري شجرة النخيل وتدمر كانت مملكة مزدهرة في القرون الثلاثة الأولى للميلاد وخصوصاً في عهد أسرة أذينة ومن بعده زوجته الملكة زنوبية كانت شريان تجاري وحضاري يصل الشرق بالغرب عبر طريق الحرير هكذا اليوم تبدو أثار مملكة تدمر متكئة على شرفات المجد بسحرها وجمالها شامخة وشاهدة على عصور دحر فيها الغزاء وكانت بوابة القوافل التجارية العابرة على طريق الحرير بين الشرق والغرب